البرلمان العراقي يشهد حراكاً واسعاً منذ أيام على جبهتين الأولى تيار الحكمة وتحالف النصر إضافة إلى نواب آخرين لاستجواب وإقالة عدد من وزراء عدل عبد المهدي في وقت يبذل المعسكر الآخر المتمثل بتحالف الفتح جهوداً كبيرة على الجانب الآخر لإنقاذ وزراء عبد المهدي ومنع أو تعطيل عملية الاستجواب ملف الاستجوابات أصبح حاله حال بقية تشكيل الحكومة دخل ضمن المحاصصة دخل ضمن التوافقات قسم من الكتل السياسية تطلب الاستجوابات وقسم من الكتل الأخرى تعارض هذه الاستجوابات لالتقاء المصالح مع الناس المستجوبين تحركات برلمانية وصفت بالجدية تقوم بها كتل سياسية عدة لاستجواب وزراء بالحكومة بتهم يتعلق معظمها بشبهات فساد أو فشل في الأداء لأسيما أن ملف الاستجوابات سيطرح خلال الجلسات المقبلة الكل يسعى إلى أن تكون متابعة ومراقبة وهذا واجب البرلمان إذا كانت هناك ثغرات وإذا كانت هناك شبهات فساد مالي وإداري من واجب البرلمان ومن واجب النواب أن يقوموا بالاستجوابات وبالدليل القاطع وحتى الإقالة من واجبهم أما إذا لم يثبت ذلك فالاستجواب هو مجرد لتبيان الحقيقة يبدو أن ملف الاستجوابات سيبقى ورقة ضغط تلوح بها الكتل السياسية للحصول على بعض المكاسب لا سيما أن هذه الاستجوابات دائما ما تستخدم للتسقيط والابتزاز لا للإصلاح في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد